طيب النهاردة تفتكري النتيجة بتاعة مسلسل سلة رحم في النهاية لسه احنا مش عارفين النهاية هتكون مرضية للجمهور ولا لأ؟ ما هنحا قولك حكاية الجمهور دي غريبة قوي والجمهور مش كائن واحد يعني الجمهور على فكرة اللي هيرضي ده مش هيرضي يعني مش مستحيل في حاجة اسمها تيرضي الجمهور يعني الجمهور أزواء مختلفة وشخصيات مختلفة وناس مختلفة فكرة انه أنا عايزة أرضي الجمهور دي فكرة خرافية ما ينفعش ما ينفعش اللي انت تيرضي عنه يعجبني برده فكرة انت حطيت ايدك على حاجة دايما بنقول الجمهور وعلى رأيك أكنه بني آدم ومش بقوم الشخص واحد ده هم كتير قوم صدق انت حطيت في ايدك على حاجة حلوة جدا صح فطبعا فيه جمهور هيرضى ناس من الجمهور هتيرضى وفيه ناس من الجمهور مش هترضى وفي ناس من الجمهور هيعجبها وفي ناس من الجمهور مش هيعجبها المسلسل أصلاً يعني مفيش حاجة عليها ودي حلوة الفن بالزبط لا دي حلوة الحياة الحياة كلها مش الفن بس الحياة كلها حلويتها في الاختلاف يعني ربنا مثلاً لو عايز يخلقنا شبه بعض كانت بقت مصيبة الحقيقة أو نفس الدين أو نفس اللغة الاختلاف لذيذ صح أصعب أم جسدتيها يا سلو أصعب أرهاقتك تعابتك أظن حارة اليهود لأنها تاريخية ومش تعرفة تاريخية كده أنت بترجعي في التاريخ ومادرن في نفس الوقت يعني وقت دا بالك ففي شوية ألفاظ كانت لازم تدخل خلاص تم هجرها يعني في ألفاظ اللي هو مثلاً إحنا في مصر كنا نقول بدي أكل مثلاً بدي أكل بالنسبة لنا دلوقتي للمصريين بدي دي كلمة لبناني أو سوريا لا زمان في مصر في الوقت دا مثلاً في الأربعينات كان يقولوا بدي أكل مثلاً حاجات كتير فكنا بندور دا الموضوع كنا بندور نطعم الحوار بتاع الست دي إزاي اللبس دا إزاي الوقت دا من التاريخ ما هواش التاريخي البعيد دا من أورا تاريخ أوراية أيوة وما هواش المودرن دي أصعب من التاريخي البعيد يعني في ناس حضرت الوقت دا فلازم نبقى دقيقين فيه ترجمة نانسي قنقر